شكرا لك أحمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابعة بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد رئيس عبدالفتاح السيسي أن مصر ستظل تسعى جنبا إلى جنب مع أشقائها الأفارقة لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة في إيجاد حلول للمشكلات والنزاعات التي عانت منها القارة لعقود حالت دون تحقيق أحلام أبنائها وعبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي هنأ الرئيس السيسي جميع الشعوب الأفريقية الشقيقة بمناسبة لاحتفال بيوم أفريقيا مشيرا إلى أن هذا اليوم يمثل ذكرى تاريخية عظيمة أسست لعهد جديد في تعزيز الوحدة والتعاون المشترك بين دول القارة وأكد الرئيس السيسي أن القارة الأفريقية اليوم تخطو خطوات ثابتة نحو إيجاد قارة مستقرة تكفل العيش الكريم لشعوبها وتبث ثقافة التحضارة والتسامح والمحبة لكل العالم أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أن مصر تستهدف تشجيع القطاعات الصناعية خاصة التي تزيد من الصادرات المصرية للوصول إلى هدف تجاوز الصادرات 100 مليار دولار خلال السنوات القليلة المقبلة وفقا لتوجهات الرئيس عبد الفتاح السيسي في هذا الشأن جاء ذلك خلال اجتماع المائدة المستديرة الافتراضية للرؤساء التنفيذيين بمجلس الأعمال المصري الأمريكي الذي نظمته غرفة التجارة الأمريكية بواشنطن وأضف مدبولي أن هناك حوافز للقطاع الصناعي تقدمها الحكومة للمستثمرين والتي تضمنت منح الرخصة الذهبية لبعض المشروعات أصدر الرئيس التونسي قيس عيد مرسوما لدعوة الناخبين إلى التصويت في استفتاء على دستور جديد في الخامس والعشرين من يوليو المقبل وقال الرئيس التونسي في وقت سابق أنه سيستبدل دستور 2014 بدستور جديد عبر استفتاء شعبي يلحقه إجراء انتخابات برلمانية جديدة في ديسمبر المقبل قلص معهد التمويل الدولي توقعاته للنمو العالمي للعام الحالي إلى النصف مشيرا إلى التداعية الاقتصادية للأزمة الأوكرانية والقيود التي فرضتها الصين لاحتواء موجة كورونا وتجديد السياسة النقدية في الولايات المتحدة ويتوقع المعهد أيضا أن تنكمش التدفقات الرأسمالية إلى الأسواق الناشئة بنسبة 42% العام الماضي قال الجيش الأوكراني إن القوات الروسية قسفت أكثر من 40 بلد في منطقة دونفاس بشرق البلاد ما يهدد بإغلاق آخر ممر هروب رئيسي للمدنيين المحاصرين في مسار العملية العسكرية التي تدخل شهرها الرابع وقالت قوة المهام المشتركة بقوات المسلحة الأوكرانية إن القوات الروسية تدمرت 47 موقعا مدنيا أو وقعت أضرار بها مشيرة إلى مقتل خمسة مدنيين وإصابة 12 آخرين أعلن الرئيس السنغالي ماكيسال وفات 11 رضيعا في حريق بقسم حديث الولادة في مستشفى إقليمي ببلدة تبعد نحو 120 كيلومتر شرق العاصمة دكار وعبر حسابه الرسمي بموقع تويتر وصف الرئيس السنغالي الحادث بالمؤلم والمروع من جانبه قال وزير الصحة السنغالي عبدالله ضيوف سار إنه وفقا للتحقيقات الأولية فإن السبب في اندلاع الحريق هو حدوث مأس كهربائي ورياضيا توج نادي روما الإيطالي بلقب دور المؤتمر الأوروبي في نسخته الأولى للموسم الحالي بعد فوزه على نظيره فاينرد الهولندي بهدف دون رد في المباراة التي أقيمت بينهما في نهاء البطولة بهذا الفوز أصبح البرتغالي جوزيمورينيو أول مدرب في تاريخ البطولة يحقق لقب البطولات القرية الثلاثة على مستوى الأندية كما انفرد بالرقم القياسي في تثويجه بخمس نهائيات قرية وهو اللقب القرية الأول في تاريخ نادي ديابي روما نهاية مجاز التاسعة عودة لاستكمال باقي فقرة صباح الخير يا مصر بعد الفاصل